السلام عليكم ومرحبا منكم في هذا الفيديو تتم للفيديو الماضي توقفنا عند سيبانيل لمن لم يشاهد الفيديو الماضي سأتركه له في صندوق الوصف لكي يفهم عن ماذا نتحدث الآن فتوقفنا عند سيبانيل فهذا سيبانيل لكي نشرحها بطريقة سهلة هي فقط واجهة رسومية يعني أنترفاس تمكنك من إدارة الملفات الخاصة بك في الهوستين الذي خدته من شركة سواء نيمشيب أو أي شركة أخرى مهم هي ستساعدك هذا السيبانيل لكي تدير الملفات الخاص بك تدير كذلك نسخ البيعاش بي الخاصة بك تدير قواعد البيانات تدير السيكوريتي الباك اوب يعني كل الأمور التي ستحتاجها في الهوست الذي اكتريته من نيمشيب أو غيرها ستجد تلك الأمور هنا وتبسط يعني جميع الشركات التي تقدم خدمة الهوستين فهي لديها السيبانيل خاص بها ونفس الأمور يعني نفسها يعني نفس النظام فالسيبانيل فهو نظام يمكنك من إدارة الهوست الخاص بك إذن أقصى اليمين ستجد هنا جنرال انفورميشن إذن هذا هو الضومين الخاص به الآيب الخاص به الداركتوري الخاص به معلومات أخرى كالساب دومينز لديها فقط واحد نعم لقد أنشأتوا ساب دومينز سنستعمله غدا إن شاء الله والفيزيك الميموري يعني لديها وان جيجا إذن هذا لمن يسأل عن شيريد هوستين الذي يعني اقتنيته كم فيه من جيجا في الميموري فلديها واحد جيجا في الميموري فيزيك الميموري يوزاج لدينا كذلك الفايلز لديها أربعة وواحد وسبعون على ثلاثة آلاف يعني فايلز ديسك يوزاج أستعمله حد الآن خمسة فاصلة واحد ميجا من أصل عشرون جيجا التي يعني قدمتها للشركة المايوسكويل لحد الآن لم أنشئ أي قاعدة بيانات والبندويت يعني لابونت باسونت فعشرون فاصلة أربعة وسبعون ميجا الآضان ليس لدي المهمة فقط يعني ستاتيستيكس إلى غير من الأمور الآن يعني نبدأ بهذا المكان هذا فهو ما يرتبونه على حسب يعني الكاتيجوريز فلدينا كاتيجوريز الخاصة بالفايلز فهنا ستجد يعني الفايل ماناجر إذا دخلت على الفايل ماناجر سيمكنك من رفع الملفات من حسبك ونقلها إلى حسبك الوهمي في الهوست الخاص بك يعني هذا هو المجلدات الخاصة بك في المجلدات الخاصة بك في الهوست الخاص بك وغدا إن شاء الله سأريكم كيف سأرفع الموقع الخاص بي إلى هذا الفايل ماناجر أو ربما سنتستعمل برنامج آخر المهم سأشرح لكم كل شيء إن شاء الله إذن هذه هم الملفة الويب الخاصة بالمواقع التي ستقوم باستضافتها إذن ستجدها هنا وهنا تقوم بالأبلود تقوم بإنشاء فولدر تقوم بإضافة فايل مهم كل الأمور يمكنك إنشاءها من هنا بطبيعة الحال في البابليكاش تامين يعني البابليكاش تامين هو الذي نضعه فيه غالبا المواقع الخاصة هنا على حسب المهم هل هو ساب دومين أو دومين رئيسي من كل المعلومات سنتطرق إليه إن شاء الله وحدة يعني تلو الأخرى ثم لدينا الإيميج فتوفر لك خدمة سيبطان الإيميج لكي تقوم بإدارة الصور الخاص بك كومبريس لها تصغيرها وغيرها من الأمور لن أدخل هنا ديركتوري برايفاسي يمكنك مثلا في الديركتوري برايفاسي أن تدعى باسورد لمجلد وتقوم بمشاركته عبر الأنترنت وعندما يريد شخص مع الدخول إلى ذلك المجلد يجب عليه أن يدخل الباسورد الذي أنت حددته هنا يعني يمكنك مشاركة مجلد وضع فيه ملفات وأنت ضع له باسورد دون أن أدخل المهمة دا والشرح الخاص بها يعني يعطيك ذلك المساحة الخاصة بك في الهوست يعطيك الدسك يوزاج الخاص بها كذلك الويب ديسك أعتقد الويب ديسك شيء آخر دوني سأدخل على الويب ديسك الويب ديسك الويب ديسك نعم الويب ديسك يمكنك أن تقوم بإنشاء يعني مجلد آخر وانطلاقا من ذلك المجلد يعني يمكنك أن تقوم بالتفريقة يعني تفريقة الأمور لكي لا تتختلط عليك الأمور يعني أن يكون لديك يعني ديسك ويجاز برانسيبال ويكون لديك يعني مجلد خاص بك وتقوم بالمناج الخاصة بها اف تيبي اكاونت سأشرحه بطبيعة الحال فهو يمكنك مثلا من الدخول على الموقع الخاص بك طلاقا من برامج خارجية يعني كيف ذلك مثلا هذا البرنامج هذا وين اس اس بي فهو معروف او فايل زيلا تقوم بفتحيه هكذا وكي تدخل على الفايل يعني الفايل مناجر عوض أن تدخل على الفايل مناجر من هنا يمكنك استعمال يعني الاف تيبي أين ستجد معلومات خاصة بالاف تيبي عندما اشتركت يعني عفوا عندما اشتركت عندما اشتريت الهوستين الخاص بك في النيمشيب أرسلت لك واحد الإيميل هذا الإيميل هذا فيه المعلومات الخاصة بك من بيني هذه الأمور ويعني وستعطيك كذلك الديناس أشرح كذلك الديناس دوره وتعطيك المعلومات الخاصة بالSSL وتعطيك هنا يعني لا يمكن أن أظهر لكم المعلومات المهم ستعطيك تلك المعلومات ستأخذ هذا يعني ستأخذ اسم الموقع الخاص بك ثم توضيف يعني امامه FTP هكذا ثم تأتي الى اي برنامج كواء كان win ssp او فايل zilla ثم تضغط على new اه طبيعة الحال سأختار اه سأتركها secure file tp ثم الhost name اه اه ثم اليوزر اه طبيعة الحال سأقوم بدخل المعلومات ثم نكمل اذا بمجرد ان ادخلت المعلومات سننتظر لكي يتصل في السيرفر اذا سأستعمل اه سأستعمل اه ال FTP عادي اه و ثم login جيد اذا لاحظوا معي لقد دخلت على اه يعني الملفات الخاصة بالhost الخاص بي دخلت اليها من هذا البرنامج جديد واذا قارنت يعني لاحظوا معي هذا ال public html وهذه المجلدة public html وهذه المجلدة هذا اذا دخلنا من عفوا اذا دخلنا من اه فايل مناجر فسنجدوا اه يعني نفس نفس الشيء اذا كنت تريد ان تعمل من فايل مناجر ايه لاحظوا معي ال public ها هو البروفيسور ها هو ال public html يعني نفس هذه المجلدة تالي ايادي يعني اذا كنت تريد ان تعمل ببرنامج خارجي يمكنك استعملها الطريقة كنت تريد ان تكتفي فقط في الفايل مناجر الذي توفره لك الخدمة عبر الويب يعني تكتفي المهم انا اشرح كل شيء لكي يعني تعمل فائدة والباكب طبيعة الحال يمكنك اخذ وبالنسبة ال FTP اكاونت يمكنك انشاء FTP اكاونت اخر يعني اخر يعني يمكنك انشاء FTP اخر اكاونت لصديقك واخر وتقوم يعني بالريستريكشن للبرميشن يعني لكي لا تعطي زعمية الصلاحيات لمثلا كالدليت وهذا المهم هنا يمكنك انشاء FTP اكاونت اخر من غير يعني التي ارسلتها لك من غير التي ارسلتها لك يعني السيبانيل في الجيميل الخاص بك اذا ثم بعد ذلك لدينا الباكب ويزارد اذا كنت لا يعني لا تستطيع ان تقوم بالباكب بطريقة مانيولية يمكنك انستعمل الويزارد سيساعدك شيئا ما كذلك لغيت للمطورين الذين يستعملون ممكنكم ان تستعملوا الويزارد كذلك في السيبانيل والانوديوزاج لن ادخل في هذا الموضوع لدينا هنا الايميل يمكنك ان تقوم بانشاء ايميل خاص بك اذا البرت الخاصة بالايميل كنت توجد كذلك فوروردز ايميل روتين اوتوريسباندر كنت تريد ان تضع واحد المساج مجيب الى مجيب الى مهمة الامور خاصة كل هذا الايميل يمكنك ان تكتشفى لوحدك وبطبيعة الحال الامور الاساسية ساشرحها في فيديو لوحده هنا الاتابيزز هنا تستطيع انشاء قاعدة بيانات من هنا ماياسكويل داتابيزز تدخل من هنا وتقوم بانشاء يعني داتابيز خاصة لموقعك ثم تعطي واحد الاسم هنا ثم تضغط على create وبطبيعة الحال يتم انشاء قاعدة البيانات هنا وعندما تنتهي من قاعدة البيانات يمكنك كذلك انشاء يوزر وتقوم باسناد تلك القاعدة الى ذلك اليوزر لكي تفرق يعني لا تضع يوزر جنرال يعني جنرال يوزر يعني الروت يوزر عفوا لا تضع يعني يوزر واحد يدير جميع قاعدة البيانات كل موقع يعني هذه فقط للسيكوريتي كل موقع ضع له كل موقع ضع له قاعدة البيانات وتلك قاعدة البيانات قوم بانشاء يوزر خاص بها يتحكم فقط في تلك القاعدة لقدر الله يعني تم حصول على الوغين الخاص بذلك اليوزر سيتم فقط يعني تحكم في قاعدة البيانات لموقع واحد فقط يعني هذه هي من باب النصيحة إذا من هنا تقوم بإعداد قواعد البيانات واليوزر الخاصة بتلك القواعد البيانات ولكي تظهر قواعد البيانات الخاص بك هو هذا phpMyAdmins دخل من هنا وسيعطيك يعني جميع قواعد البيانات التي توجد لديك يعني في السيرفر إذا من هنا ستظهر يعني قواعد بيانات التي انشأتها من قبل أعتقد كذلك من هنا في الdatابيزز لاحظوا معي لا يمكننا إنشاء يعني الdatابيزز من هنا إذا اللي كي تنشئ الdatابيزز يا ضروري أن تنشئها من MySQL ويعني هنا يعني الوزر لمن لا يستطيع يعني يتعامل بالأمور بطريقة مانيولي يمكن استعمال أو الوزر الخاصة بالMySQL من هنا هنا الدومين هنا يمكنك يعني إدارة الدومين الخاص بك وإنشاء كذلك الساب دومين الريديريكشن تقوم بتعديل على الزون الخاصة بك والديناميك لن تحتاجها بطبيعة الحال إذن الدومين سأشرحه غدا إن شاء الله في الحلقة التي أنشأت فيها يعني الساب دومين الخاص بي ولما لا يعني أشرحه الآن لكي نربح الوقت في حلقة الغد إن شاء الله إذن إذا دخلت هنا ستجد عندي هذا هو الدومين الرئيسي وهذا الدومين الفرعي أو الساب دومين ودو الذي سأضع فيه الموقع الخاص بي إن شاء الله غدا وسأشاركه معكم وبطبيعة الحال يمكنك أن تضغط هنا على manage أو تقوم بإنشاء إيميل خاص بهذا الدومين الرئيسي أو تقوم بإنشاء إيميل خاص بهذا الدومين الفرعي وال manage من هنا بطبيعة الحال دائما يعني فهي واجهة سهلة تضغط هنا تخرج هنا ومن هنا تدخل إلى هنا يعني مبسطة جدا هنا الأمور الخاصة بالسيكوريتي يمكنك أن تقوم بإنشاء السح اكسس لكي تدخل على الهوستن الخاص بك من طرقا من السح السحل الثالث الماناج أبي اي توقن هوتلينك لينش موت سيكوريتي سيستاتيس ويمدا كل ما يخص بالسح والسيكوريتي الخاصة به الميتريكس هنا يعني الأرقام الخاصة بالموقع فيك المواقع الخاصة بك يعني الفيزيو الترز لن أدخل على هذا الأمور لأنني ليس لحد الآن زواره ليس لأي شيء يعني لم أقوم بحوص للموقع الخاص بي غدا إن شاء الله سأبدأ دان في الثالث الإيرور البندويتش الخاصة بالموقع الخاص بك ترقب كل الأمور من هنا وكذلك الإحصائيات تجدوها هنا يعني الفيزيو وبالنسبة للبرامج التي تقدمها السيبانيل لكي تسهل عليك إدارة بعض الأمور فمثلا الورد بريس يمكنك تثبيت الورد بريس بطريقة سهلة من هنا سأشرحها في فيديو لوحده البي هاش بي بير كذلك هنا يمكنك مثلا تثبيت بعض الاكشتنشن التي ليست يعني متوفرة يمكنك أن تقوم بإنستالها يعني بعض الاكشتنشن بعض البلاتفورم ستتطلب بعض الاكشتنشن الخاصة بالبي هاش بي إذن هنا تضع الاسم الخاص بها ثم تضغط على انستال نو بطبيعة الحالي يعطيك هنا كيف تقوم بالبحث عنها وكتابتها المهم هذا فيديو لوحده إذا يعني كنت سأحتاجه إن شاء الله سأضع له فيديو لوحده اسمه بي اش بي بير بي كيجز هنا تقوم بتثبيت لبعض الباكيجز الخاصة بالبي اش بي ولدينا كذلك الابتمايز ويب سايت لمن يريد ان يقوم بابتمايز للمواقع الخاصة به أبليكيشن ماناجر لم أستعملها لحد الآن يعني لا يمكن أن أشرحها لا أعرف يعني ماذا سنقوم بالماناجر لأي شيء يعني ليس لدي تطبيقات لأقوم بالماناجر ثم هنا استيطاب نوت جي اس هنا يمكنك اختيار البي اش بي التي ستكون في الهوصل الخاص بك كما تعلم في البي اش بي نسخ من خمسة اعتقد من خمسة ستة إلى حدود تمانية ثلاثة اعتقد إلى يومنا هذا فإذا ضغطت هنا ستجد يعني نعم من خمسة ستة إلى حدود تمانية ثلاثة فبايدفولت يعطيك تمانية واحد لكن إذا أردت أن تقوم بترقية إلى تمانية اثنان أو تمانية ثلاثة يمكنك كذلك أو الرجع إلى نسخة قديمة يمكنك كذلك يمكنك كذلك تفعيل الاكستنشن التي تريد من هنا يعني الاكستنشن التي تريدها أي اكستنشن تريدها يمكنك الضغط عليه ويفاعل معك بطبيعة الحال وبالنسبة للأوبشنز لمن يحتاج الأوبشنز فهي توجد هنا يمكنك يعني الزيادة في الماكس ايمبوت تايم الماكس ايمبوت فارس كذلك الابلود ماكس فايل سايز والبوست ماكس فايل سايز بالنسبة للوود بريس قد تحتاجون هذه الخيارين للرفع منهما وبطبيعة الحال دائما انت بأي نسخة هل تقوم بالتعديلات في النسخة التي تريد أم تقوم بها في نسخة لا تحتاجها يعني كل النسخة بطبيعة الحال قم بالتعديل الأمور التي تحتاجها في البيعاش بسيلكتر إذن لدينا كذلك الستاب بيطان لا ندخل عليه ليس لدي بيطان حاليا الرابي كذلك ولا إذن هنا بعض المعلومات أخرى كالكرون جوبس يعني اللي تقوم باوتوماتيزيشن لبعض الجوبس يعني بعض الخدامات لكي يعني اكزوكي اوتوماتيزيشن اوف اكزوكيشن اوف سام جوبس يعني لديك بعض الأمور تريد أن تقوم بها يعني اوتوماتيكيا دون أن تتدخل تقوم بالكونفيجريشن الخاص بها هنا الأندكسيز أعتقد مهم لأن أشرح هذه لم يسبق لي أن استعمدها إيرور بيجيز إذا كانت لديك بعض الأرور ستجدوه هنا الفيروس كان لن تحتاجها لماذا لأنه أصلاً بالنسبة للنيمشيب بمجرد أن تقوم برفع شيء أي ملف فيه فيروس فلن فلن يقبله يعني الفيروس يعني الانتي فيروس الخاص بالسيرفر يعني الخاص بالنيمشيب يعني لن تحتاج لهذا لأنها توجد أصلاً في السيرفر يعني لا تخاف وهنا في البرفيرنس يمكنك تغيير الباسود والسيكوريتي الخاصة باللوغين الخاص بك في السيبانيل وهذا وهو الذي سأقوم به يعني أنا شخصياً سأقوم بتغيير بعض الأمور بعد هذا الفيديو هذا لماذا؟ لأنه العديد من المعلومات الخاصة بي لقد ظهرت إذا سأقوم باستعمالها لتغيير الباسود وسأقوم بتغيير كذلك اليوزر يعني اللوغين كل الأمور سأقوم بتغييرها لكي أتفادى يعني بعض المتطفلين ثم هنا يمكنك تغيير لغة هذا السيبانيل فأنا لديه يعني بالإنجليزية يمكنك تغييرها مثلاً للعربية أو للفرنسية وهنا كونتكت انفرميشن خاصة بك وهنا يمكنك إنشاء يوزر آخر يعني صديقك لكي يقوم بمساعدتك في إدارة هذا السيبانيل هذا بطبيعة الحال وتعطي الصلاحية التي تريد وتحديف له الصلاحية التي تريد إذن لكي لأو طيل كانت هذه المعلومات بصفة عامة حول السيبانيل فيتشتبه في جميع الشركات لصفقة نيمشيب السيبانيل هذه النسخة الحالية الآن يعني مئة وتمانية عشر بيلد اثنى عشر فهي نفس البانيلة ستجدها في جميع الشركات إذن نلتقي في الفيديو غد إن شاء الله حيث سأقوم بهوست للموقع الخاص بي وأريكم يعني الأمور بشكل تطبيقي أكثر من هكذا السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر